وقعت وزارة الطاقة والمعادن مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية مذكرة لتشغيل نظام وصول لإدارة المستندات والوثائق الإلكترونية بوزارة الطاقة والمعادن ونظام وصول يعد أحد المبادرات المركزية لخطة التحول الرقمي للقطاع الحكومي حيث سيعمل على تمكين الجهات الحكومية من إدارة وثائقها ووصولها المعلوماتية بكفاءة تتماشى مع الأنظمة والمعايير وأفضل الممارسات في هذا المجال كما سيعمل النظام على خلق بيئة آمنة لحفظ وإدارة الوثائق والأصول المعلوماتية الإلكترونية لمختلف الجهات وقع المذكرة كل من معالي سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن وسعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية ترجمة نانسي قنقر